حذرت السلطات الصحية في غزة من استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين وتلاجات حفظ الأدوية في كافة المرافق في قطاع غزة وأضافت أنه سيتم اتباع إجراءات تقشفية قاسية أمام سياسة التقطير في التوريد لكميات قليلة جدا من الوقود في بعض الأحيان كما تم إيقاف العمل في العديد من الأقسام داخل ما تبقى من المستشفيات العامة وكررت السلطات منشدتها لكافة المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات